السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدنا الكرام في كل مكان يا رب تكونوا بخير فيديو اليوم عبارة عن مشتريات وده فيديو من السنة للسنة مشتريات لرمضان 2024 مبدئيا حب ان انا نوح عن المكان اللي انا اشتريت منه الحاجات دي في الاول هو بصراحة اول مرة اشتري حاجات اونلاين واول مرة يوصلني اي اردر انا بطلوبه اونلاين ده كانت تجربتي الاولى والحمد لله كانت تجربة نجحة جدا ومشاء الله الحاجة كانت جاياني بمنتهى الحماية ده التغليف كان كويس جدا كمان التوصيل وصلت بسرعة ما اخدتش وقت ولا حاجة واشتريت منهم شوية حاجات كده امر زي ما انتوا شايفين كمان الاسعار يعني من الاخر كده تحطيم اسعار اه الاستيكر ده بتاع بتاع التلاجة كانت الوحدة بخمسة كمان اشتريت التمرية دي من عندهم اه دي من الخشب اللي انت شايفها زي ما انت شايفة كده تقفيل بتاعها اه وكمان اشتريت نتيجة رمضان اللي هي في الاول دي وفيها ارقام طبعا بالخشب برضو بخشب الليزر وجبت كمان من التمرية شكل تاني لان انا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ممكن استخدم واحدة تمرية وممكن استخدم واحدة في حاجة تانية تماما فاخدت واحدة بالشكل المربع واخدت واحدة بالشكل المدور وده هتلق جدا كمان عندي على بسم الله على التقم اللي انا كنت اشتريته السنة اللي فاتت بتاع الصواني والتقم اللي هو ظهر معي في الفيديو بتاع ترتيب وتنظيم المطبخ ده كمان فرع اضاء نحاس مش عايز اقول لكم انا سألت عليه في مكان كان عندي قريب مني يعني من مكان اللي انا متوجدة فيه لقيته بسبعين جنيه لكن انا اشتريته من عندهم بخمسين بس والتمريات كانت الواحدة بخمسة وعشرين والنتيجة كانت الواحدة برضو بخمسة وعشرين كمان اكياس دي كانوا عاملين عليها عرض دي مش اكياس دي جوانتيات من البلاستيك الكيس بخمسة لكن لو خدت تلاتة مع بعض هيبقى باثناشر ونص زي ما بقول لكم كده تحطيم اسعار الاسعار عندهم حلوة جدا حتى هما كتبين في قناة التليجرام بتاعتهم ان ارخص مكان معروف ان ارخص مكان الموسكي والعتبة لكن هما فعلا اه ادروا يسبتولي ان هما ارخص بكتير كمان من العتبة والموسكي دي كمان بولة زي ما انت شايف كده حجمها كبير جدا اهي مش صغيرة ولا حاجة وكانت جاي متغلفة كويس جدا اه بحوالي سبعتاشر جنيه ونص وكمان الماسك ده بتاع التحمير عبارة عن شبكة وماسك مع بعض كان بتقريبا كده عشرين جنيه تقريبا يعني اه في حاجة كمان تانية اه اللي هي فرشة ازايز السيليكون دي متواجدة عند الناس كتير بخمسة وعشرين وبعشرين عندهم باثنشر ونص اه المكان اللي انا اشتريت منه لهم فراعين اتنين فرع في حدايق الاهرام والفرع التاني في بولاء الدكرور اه واسمهم افرست هوم لهم قناعة تليجرام هسيبها لكم في اول تعليق مسبت وهسيب لكم رقم اه الواتساب قبل التواصل معهم وكمان هسيب لك العلوين بتاعتهم في صندوق الوصف اللي فاتت دي كانت بصامة كحك او بصامة معمول آآ بخمستاشر جنيه ودي كمان آآ سعرها حلو جدا بخمسة جنيه دي اسكرينا بتتحطي على لوحة المفاتيح لللاب توب علشان تحميه من المية والتراب جبت منها قطعتين اتنين. وطبعا مفيش اي حاجة دلوقتي بخمسة جنيه وخصوصا الحاجات المستورة ده. آآ دي كمان طاصة صغيرة جبتها بعشرين جنيه جايبها مخصوصة عشان الطاشة بتاعة التوم. ودي كمان مجموعة من الليف آآ بس خامته سيليكون. الحقيقة انا كنت شريها او طلبها في الوردر على انها قطعة واحدة. وكان تمانها خمستاشر جنيه. وانا اشتريتها على انها قطعة واحدة. اتفاجئت ان هي جاياني كده في العبوة دي على بعضها كده اربعة بالخمستاشر جنيه. دي كمان شنط التخزين. ممكن تحط فيها بقى البطاطين وتحط فيها آآ الهدوم. اي حاجة عندك حابة ان تتخزين فيها. انا مش عايزة احرق الاستخدام اللي انا هستخدمه لها. علشان لما نزله لكم في فيديو. هتعرفوا ان شاء الله ان هستخدم البطاطين دي او شنطة التخزين دي في ايه? لو بتشوف القناة الاول مرة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. وكمان تشاير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا فيديو المشتريات احنا بنحب نتفرج عليه دايما علشان خاطر الاسعار ونشوف الدنيا رايحة الفين. هنا آآ دي كمان مبخرة. آآ على شكل كعبة. انا جيبت قطعة اتنين اتنين. لانه زي ما انتم عارفين انا في حاجات برضو هستخدمها كمبخرة. وفي حاجات انا يعني ايه بيجيني افكار ليها ان انا استغلها في الدكور. جيبت منها الحجم الصغير ده كان بسبعتاشر ونص. والحجم الكبير كان بخمسة وعشرين. وفي اماكن بيتبيع. الحجم الكبير ده على خمسة وثلاثين. وفي ناس بيتبيع كمان على خمسة واربعين. ولسه مكملين مع الحاجات اللي احنا شاريناها من افرست هوم. آآ ده كمان مضرب آآ يدوي. آآ تقفيله حلو جدا. واستل ستين آآ صافي. آآ وآآ خدت كمان للمطبخ المعالق دي معالق للتوابل. هي اي نعم رسمتها اقديمة شوية بس هي انا حبيت يعني اجيبها علشان خاطر حجمها. دي كمان مباخر آآ سعرها مش عايزة اقول لك آآ يعني خيال. الكتعة الوحدة بعشرة جنيه. يعني لو هتاخدي آآ تلاتة لازم تاخدي التلاتة مع بعض. علشان تحسب معاك العرض كامل. فالتلاتة كانوا بتلاتين جنيه. زي ما انت شايفة كده هما بتباعوا في كيس واحد مع بعض. واحدة مكتوبة عليها اللهم بارك هذا البيت. واحدة مكتوبة عليها كل اعوذوا برب الناس. والتانية كل اعوذوا برب الفلق. جبت كمان آآ اللي هو اللازق اللي بتحط على الحائط في المطبخ. اللي هو مكتوبة عليه كلمة كيتشن. وفيه كمان آآ يعني احلى ما فيه اللي انا اكتشفته يعني. لو انت بتققف التفاصيل زي كده هتلاقي فيه حاجات لايئة جدا على ركن الشاي زي الفنجان والبراد. وكمان القلب. وفيه كمان آآ جملة مكتوبة آآ عليها كافي. وفيه حاجات لايئة على المطبخ نفسه. يعني مثلا التلات حاجات دول. الشوكة والمعلقة والسكينة. لايئين على كلمة كيتشن. والبراد والفنجان. لايئين على كلمة كوفي. ودي كمان انا نساية كده معاهم. ودي كلمة كيتشن اهي. بصراحة كان نفس اشتريها من زمان جدا وكل ما كنت بشوفها في الدكور كنت بتمنى ان انا آآ الاقيها ولاقيتها فعلا عندهم بيبيعها بخمسة وعشرين جنيه تسع قطع. دي كمان الليبل التوابل آآ في الوش والضهر كده ليبل حوالي سبعين قطع آآ من الستيكر آآ بسبعة جنيه ونص. جبت منها آآ اتنين. ده سلطان بيه مدخل من اخيره معانا في كل حاجة. آآ فنكمل بقى انا هنا لما ركبت المباخر ده شكلها. والقطع التانية برضو اللي هي كل اعوذوا برب الناس اهي. وطبعا لازقين كمان الطبق بتاع البخور بتاعها. بعد كده بقى المشتريات اللي انا جبتها من المنصورة. آآ ده اشتريته من آآ من حد كان آآ عامل فرشة كده كبيرة آآ بيبيع فيها فوانيس. كان آآ طبعا هو نسخة ايكيا. كان عندي الابيض جبت الاسود بخمسة وخمسين جنيه المعدن ده. سعره كان حلو جدا برضو آآ حسيت انه هو يعني شيك وهي ده كده. جبت كمان منهم آآ آآ تلاتة دول. تلات دليات على بعض او فوق بعض كده. كانوا آآ بخمسة وعشرين جنيه. هما بتعلقوا منفصلين يعني ما مش بتعلقوا فوق بعض. لكل واحدة فيهم آآ جزء كده بتعلق من نصمار. وطبعا برضو يعني في حاجات تانية افكار كتير ممكن تجيني في استخدامي ليهم. فآآ ما تركزوش معايا لان انتم عارفين ان انا ممكن اي حاجة حاولها في اي وقت. جبت كمان منهم الاستيكر بتاع آآ التلاجة ده. آآ الاسكار. في برضو آآ قطع لبقى سبيها كتير جدا. جبتوا من عندهم بحوالي خمسة وعشرين جنيه. آآ جبت من منين بقى كمان اللوحات دي. انا كنت جايباها من آآ من محل السقعان اللي انا عملت في جولة. آآ جبت جبت التلاتة دول الواحدة كانت بعشرة. ومن المحل اللي انا جبت منه الفانوس جبت التعليقة دي كمان آآ آآ النوية ان انا فككها يعني مش هسيبها على حالها كده. وهاخد منها آآ قطع لدكورات تانية. نيجي نيجي بقى للحاجات بتاعة الهند ميد اللي انا اشتريتها. جبت شريط الخيش اللي عليه الدنطل ده جبت منه تلاتة. بس انا بصراحة ما كنتش لقى اي التالت. آآ بس انا جيبا منه تلات قطع. وي جبت كمان آآ الجبير ده. او البنبوني ده. وكمان الجبير اللي عامل زي الشرشيب ده. شكل عربي شوية. وعقد الخرص ده بتباع بالمتر. المتر بعشرة جنين جبت متر منه. جبت كمان آآ اللي هو الطبق بتاع المباخر. لقيته باتباع فرضاني كده. وبما ان انا كنت عاملة مبخرة السنة اللي فاتت فجبت لها الطبق الكبير ده. الكبير بخمستاشر والصغير بعشر. بس خميته ماتينة جدا. ودي جبتها من المحل اللي انا جبت منه الفانوس. او الخيمة اللي كانت الرمضانية اللي كانت برا. كان نفسي صور عندهم قوي. لانه صراحة كتأسعرهم برضو كويسة جدا. زي محل السقعان واحسن كمان. بس ما يعني. 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 الموضوع ما توفقش. مش عارفة ليه. يعني. انا ما صورتش. انا الغريبة ان انا ما طالبتش منهم. وفي نفس الوقت ما ما جاش في زهني غير بعد ما جيت. آآ ووصلت البيت يعني. آآ هنا كمان انا بوريكم الاستندات دي كنت جايبها من عندهم. والاستند اللي هو آآ اللي انا آآ فاتحة ومركبات ده كنت جايبها من عند السقعان بعشر جنيه. وبرضو جبتوه من عند من عندهم بعشرة جنيه بس كان كان اكبر شوية صغيرة كده من الاستند المفتوح. جبت كمان فرع الاضاءة ده من عندهم. آآ كانوا بيبعوه بخمستاشر جنيه جبت الورم وجبت الالوان. وكمان جبت وحدة الصوت دي. كانت بخمستاشر جنيه. وبكده تكون مشترياتنا خلصة النهاردة. اتمنى طبعا ان هي تعجبكم. واتمنى ان يكون زوء عجبكم. وما تنسونيش ابدا من دعواتكم. ومن تعليق حلو. تعليق حلو. او كومنت حلو. وكمان لايك للفيديو. لو عجبكم. دمتم سالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة